السلام عليكم حبيباتي الغاليات فيديو جديد في وصفة جديدة نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير بالوصفات اللذي ذلك تعجبناها في الصيف وتعجب حتى ولداتنا المقارونية اليوم بغيت نشارك معكم المقارونية في المقلات سهلة والديدة بزاف لا تشبعوش منها و حتى ولداتكم سيحمقوا عليها فانتمنىتنا الاعجاب لكم و لا تنسوني شي لاجبتكم الوصفة و يالله نقولوا بسم الله على بركة الله اول حاجة كناخده واحد الكاثرونة اولا طنجرة و كنضيرو فيها كمية دي الماء و كنخليوه تكي بدي كي يغلي من اللي كي يغليك انا نزلت فيه 500 جرام يعني نصف كيلو دي المقارونية لانا اخديت هذا النوع هذا اللي جاية طويلة وانتو ما ممكن تضيرو اي نوع انتع المقارونية ماشي مشكل نزلت المقارونية في الماء وملحتها و كذلك كنضير لها واحد نقطة ديال الزيت هكا المقارونية ما كتلسق لكم مع بعدياتها كتبقها مفروزة و كلها حبا لاختها سوف نخلي المقارونية كطيب و ما كتخليوه تكتعجن سوف تشوفوها طابت سوف يكتفو عليها هنا خليوها كطيب دبا كنوجدوا واحد المقلات كنقطعو فيها واحد البصلة صغيرة و كنزيدو عليها واحد يوجمعا كبار ديال الزيت ولا زبدة فغدين شحر هاد البصلة مزيان مزيان حتى كاسي دبال معنا بعد الشكل هاده هنا غدين ضيفوه كيميان تاع صدر الدجاج يعني تاخدو شوية ديال الصدر من الدجاجة ديما انا الدجاجة البنات مي كنشريها و كنفصلها كنحيد صدر بوحده كندير بها هاد الحويجات هادو و الشي الاخور كنديرها في الطواجين ولا فعنا كناخد شوية تاع صدر ديال الدجاج و قطعتوها هكا لشانها احتراك وتشوفو و ضفتو على هذيك البصلة و قليتو معاها ممكن تعود صدر ديال الدجاج بصدر اضفت عليهم جوج حبات ديال الطماطم بشورة يعني خليت جوج حبات ديال الطماطم و حقيتهم في الحكاكة و ضفتهم عليها و خلط كل شيء دركيا غضي نضيفوا توابل اللي غضي يكونوا الملح اللي كتبقى اكيدة عينكم ميزانكم كنديروا شوية ديال الفلفل اسود انا استعملت هنا شوية تاع القصبر مجفف ما عندكم شماليش ضفت شوية تاع الخرقوم و ضفت شوية ديال الفلفل الاحمر مهم التوابل تقدروا اي حاجة بغيتون تومها سوف يكا نخلط هاد التوابل مع ذاك الدجاج و الطماطم والبصل المهم قاعد المكونات اللي درنا بهد الشكل هدا غضي نزيد عليهم تقريبا واحد نصف كاس ديال الماء و غضي نخليهم كيتابوا مع بعدياتهم نخليهم يتابوا تقريبا واحد خمسة دقايق فقط ما شيء بزاف هنا غضي نعطيكم من اللي كازي يبديو يعني كتبت تحسو بهم خمسة دقايق اهما كيتابوا اندفوا لهم واحد المكوين اللي غضي نعطيكم فيه اكيد اختيارات انا غضي نستعمل هنا كاس صغيرة ديال الكريم الكريمة الخاصة بالحلويات ديما كنصحكم بها ديرها رخيصة في الثامن و موجودة في جميع المحلات فانا غضي ندير واحد العلبة صغيرة ما يعادي الكاس صغير كنخويها كمباشرة هاد الكريمة كتعطرنا مدق زوين رائع جميع انواع البط هاد الكريمة رائعة كذلك كتخليدك الدجاج كيجي طريفتي و كتكون لنا لصوص غنية ما عندكم ش هاد الكريمة ممكن تديرو ياغورت طبيعي واحد ياغورت طبيعي ولا ممكن تديرو كالصغير ديال لصوص بشامل احتى هي كالجزوينة فانا اعتدتكم هاد الاختيارات سوف نخلط هاد الكريمة مع الجاج والمكونات الاخرى كنخليها تغليع واحد شوية كي رايبها لكم سوفي في هاد الاثناء كيكون المقارونية ديالنا طابت مباشرة كنشد صفايا كنصفيها مباشرة في هاد الاثناء تأكدو كتجي واحد الاثناء البنات اللي رايعة جدا جدا سوفي كننزل على الكمية اللي عندي كما اقول لكم هاد الكريمة تديرو واحد سبعة دراهم هكا ورمي بيعها قاع جميع المحلات ماشي عد كتفشي المدينة كذي تلقيها غير في المحلات اللي كينين هكا كما نقولو احنا في الحومات ولا سوفي ملي خويت قاع المقارونية بعد مما طابت بديت كنخلطها كندخل معها قاعدوك المكونات ولاصوس وكل شي وغادي نضيف عليها شوية ديال الفروماج من الفوق يعني الجبل المبشور من الفوق ما عندكمش الجبل المبشور رمي واحد جوج قطع انتع الجبل المتلت فلاصوس صافي ماتش تحتاجو تديرو الجبل المبشور من الفوق بالنسبة لي غادي ديرو الفرماج هكا من الفوق عندي لكم واحد الفكرة فانا هناك كدرت الفرماج بغيتوا تخليوها غير في المقلات تغطيوها في واحد الصينية ولا الغطاء ديال المقلة ديالكم وتخليوها يدوب داك الفرماج غير تمام هادي فكرة بغيتوا تحصلوا على داك اللون دهبي من الفوق يعني بحال قغاتا عندكم شوش خيارات تشدي هادا المكونات كاملين تخويهم في واحد الصينية تدريق لهم الفرماج و تدخليهم يتحمروا الفكرة اللي اسهل واللي كدنا نستعملها انا بزاف يعني شحال مرة نعجزوا انك قلبي في شي صينية اخرى تبغي غي هاكا في المقلة تخدمي كل شي فاشنو كان ديرانا باش مكات تحرقليش هادي غي فكرة بقتنشاركها معاكم باش مكات تحرقليش ديك ليد ديال المقلة كنشد شوية ديال الالمينيو وكنغلف به ديك ليد ديالها سوفي وكنشع الفران غير من الفوق وكندخل المقلة ديالي تتحمر لغير من الفوق وكنحيدها يعني هادي الفكرة اللي بغيت نوصل لكم إلا يبغيتي داك اللون الذهبي من الفوق فعيوض ما تخويوها بصينية اخرى وتقولي وددلو لها الفرماج ودخلوها الفران في نفس المقلة تغلفو غلي ديال المقلة باش ما يبتحرق لكمش غلفوه بالالمينيو ودخلو المقلة التحمر كتتحصل على هاد اللون الذهبي ما عندكمش مشكل ما بغيتوش هاد اللون الذهبي بغيتو غي داك الفرماج يدوب لكم فكتغطروها بصينية وكتخليوه يدوب وصافي نتمنى الفكرة تكون وصلتكم حبيباتي فهذا هي المقانونية من اللي خرجت لها حيت لها هادا كل الاليومينيوم اللي ديالها وكتحصلوا عليها بهذا الشكل الشاهي كتجيب بنينة بنينة اكيدة دي تحمقوا عليها كتحيدوها كفط بسية الوليداتكم والعائلاتكم مكاين ما حسن نتمنى تجبكم وصفة اليوم وتكونوا استفتتم هاد الفيديو وجربوها وردوا عليها الاخبار اذا عجبكم الفيديو خليولي شي لايك شي تعليق زوين وكلامكم طيب كذلك بارتاجوا بالفيديو مع العائلات ديالكم معي غير نقولكم الوصفة ديال ليوم سهلات الى اللقاء في وصفة قديمة